هذه أيضا ضربة أخرى وهذه ضربة لإسرائيل ولداعم إسرائيل وللأنظمة الإجرامية التي تسمى أنظمة الحكومات العربية أو الحكام العرب شوف واش تقول سيانان نقلا عن المخابرات الأمريكية قالت سيانان الأمريكية إن موجة من التحليلات وهما يعتمدون جدا جدا على التحليلات أي المخابرات الغربية تعتمد على التحليلات باش يقدروا يوصلوا من خلال المعلومات المتوفرة والمصادر المتوفرة ثم ينقلوها إلى التحليل باش يخذوا إلى نتائج إن موجة من التحليلات الجديدة التي أجرتها وكلات الاستخبارات الأمريكية عدة وكلات مش وحدة حذرت من أن مصداقية حركة حماس وتأثيرها زاد بشدة في منطقة الشرق الأوسط وخارجها خلال الشهرين الماضيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي ونقلت سينان عن مسؤولين أمريكيين أن حماس نجحت في وضع نفسها في بعض أجزاء العالم العربي والإسلامي كمدافع عن القضية الفلسطينية مدافع أولى عن القضية الفلسطينية ومقاتلة فعالة ضد الاحتلال الإسرائيلي بعد أن أطلقت عملية طوفان الأقصى هذا الكلام هذا عنده تداعية رهيبة جداً عنده تداعية رهيبة على ميليشيات عباس المدعومة من طرف الأنظمة الإجرامية التي تسمى أنظمة عربية بما فيها تبون وجمعته طبعاً تعرفوا أنهم كم مدوا العباس وما زالوا يعطونه المال إذن ميليشيات عباس هذا يتضربها بالمناسبة كالمصادر أخرى بما فيها مصادر إسرائيلية وغربية قالت أن حماس لديها قبول يزيد عن 80% داخل الضفة الغربية في حين أن السلطة الفلسطينية لا يصل عدد الذين يريدونها أو الذين يناصرونها 10% أي أن حركة حماس أصبحت أقوى ثماني مرات من السلطة الفلسطينية ومن حركة فتح عموماً والمرتبطين بالسلطة الفلسطينية قبل هذه الأحداث كانوا متساويين تقريباً مرات يكونوا جمعت فاتحوا لآخرين أكثر هذه ضربة شديدة لنظام السيسي لنظام بن سلمان لنظام بن زايد لمرتزقة البحرين أو الأردن والباقي لماذا؟ لأنهم كلهم ضدها ويسجنون بعض أعضائها وحتى اللي ما يسجنش أعضائها مثل النظام الجزائري مثلاً ما هوش بالسوء منتع السيسي أو بن زايد أو بن سلمان يكرحها لأنها تعبر عن قوة مقاومة صحيح هي تقاوم الاحتلال ولكن انتصارها ضد الاحتلال يعطي نفس قوي جداً للمقاومين للاستبدال وإذا كانت قوة صغيرة مثل هذه تواجه جيش هو من أعتى الجيوش العالم فإن القوة المقاومة أنا أتكلم عن السلمية لأن أنا لست مع القوة المعسكرة أو العسكرية في هذه إنما تكون الحاكم من نفس اللون ونفس كما قلت في هذه الحالة أنا لست من أنصار العمل المسلح أنا أرى العمل مسلح فقط لمقاومة الاستعمار الخارجي وراني شرحت هذا الموضوع عشرات المرات ولماذا يعني إذن القوة المقاومة اللاعنفية تتقوى وهذا يزعج الأنظمة بما فيهم نظام المخابرات الإرهابية والمافيا العسكرية في الجزائر ولكن يزعج أكثر جماعات مثل السيسي وبن سايد وبن سلمان والأردن وأتحدث دائما أكثر على هؤلاء لأن هؤلاء هم المحيطين وهم الأجرم فيما هو موجود يعني وأضاف هذا المسؤول من الإدارة الأمريكية للشبكة اللي نقشت معها هذا الموضوع قالها إن حماس لم تكن منظمة ذات شعبية كبيرة قد 7 أكتوبر لكنها أصبحت اليوم أكثر شعبية وبكثير موسيقى